نبقى مع التوتر الإيراني الإسرائيلي والحسابات التي ما زالت تعيش أجواء الإثارة والسيسبنس بخصوص رد طهران مع أننا الآن في مرحلة الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني فتلك الحسابات ما زالت تروج لصورة ادعت أنها نشرت في الإعلام الإيراني قبل الضربة العسكرية التي نفذتها إيران وتظهر الصورة يد شخص يرتدي خاتما بتصميم مميز مع تعليق يقول صورة نشرها الإعلام الإيراني الرسمي ما فهمت إيش المعنى؟ لا والله ما فهمت كاتب المنشور لو كان من محبي شعر لا استشهد بأبيات أبي منصور الثعلبي فقال يا خاتم الملك ويا قاهر الأملاك بين الأخذ والصفح عليك عين الله من فاتح للأرض مستول على النجح بحثنا عبر الوكالات الرسمية والمواقع الإخبارية الإيرانية عن الصورة المزعومة فلم نجد شيئا غير أنه بالبحث العكسي المتقدم تبين أنها قديمة ونشرت في موقع مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ووكالات ومواقع إخبارية إيرانية في الثامن عشر من فبراير من عام 2018 من بين مجموعة كبيرة من الصور بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران حيث التقاخ من إساعتها بآلاف الأشخاص وقد نشرت الصورة مع وصف يقول خاتم قائد الثورة في لقاء اليوم أنا ما عندي خاتم